بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحرب الروسية الأوكرانية تتوسع وتتجه نحو الحرب العالمية الثالثة هذه المرة تشتد المنافسة بين روسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى ولكن في أبعد نقطة في العالم في القطب الشمالي لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية كان من المقرر إجراء مناورات أمريكية هي الأولى من نوعها هذا الشهر في القطب الشمالي بمشاركة ثمانية آلاف جندي تقررت مشاركتهم قبل فترة طويلة من الغزو الروسي لأوكرانيا المناورات كانت مدفوعة أمريكيا بتحركات روسيا في السنوات الأخيرة لعسكرة القطب الشمالي وهو جزء من العالم تشترك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في حدود بحرية طويلة وتنخفض درجات الحرارة إلى مدون الصفر ويكون البقاء في العراء في الليل المهمة الأكثر تحديا عقليا وجسديا وقد فتح ذوبان الجليد البحري مسارات شحن جديدة وتتطلع الدول إلى احتياطيات الهيدروكوربونات والمعادن الهائلة تحتقاع البحر في القطب الشمالي ونتيجة لذلك فتحت المعاهدات والمطالبات والمناطق الحدودية المعقدة التي تحكم المنطقة نزاعات هائلة في العالم وتتزايد التوترات في المنطقة منذ سنوات حيث تطالب الدول بحصص في طرق الشحن واحتياطيات الطاقة التي تصبح متاحة الآن نتيجة لتغير المناخ والآن مع تحول النظام الجو سياسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا فإن المنافسة على السيادة والموارد في القطب الشمالي قد تشتد على الساحل الغربي لألسكا تستثمر الحكومة الفيدرالية مئات الملايين من الدولارات لتوسيع الميناء في نومي والذي يمكن أن يتحول إلى مركز في المياه العميقة يخدم خفر السواحل وسفن البحرية التي تبحر في الدائرة القطبية الشمالية ويتوقع خفر السواحل نشر ثلاث كاسحات جليد جديدة على الرغم من أن روسيا لديها بالفعل أكثر من خمسين كاسحة جليد قيد التشغيل وبينما نددت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسع الروسي في القطب الشمالي فإن البنتاجون لديه خططه الخاصة لزيادة وجوده وقدراته والعمل على إعادة بناء مهارات الطقس البارد التي أهملت خلال عقدين من الحرب في العراق وأفغانستان ونقل سلاح الجو العشرات من الطائرات المقاتلة من طرز F-35 إلى ألسكا معلنا أن الولايات المتحدة ستستضيف مقاتلات أكثر تقدما من أي موقع آخر في العالم وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية القارة القطبية وما فيها من كنوز وخيرات هائلة لذلك العالم يتعامل بسرية هائلة مع هذه القارة القطبية الشمالية والتي لا يعلم عنها الكثير وأصدر الجيش الأمريكي العام الماضي أول خطة استراتيجية له لاستعادة الهيمنة على القطب الشمالي كما وضعت البحرية الأمريكية التي أجرت هذا الشهر تدريبات فوق وتحت الجليد البحري داخل الدائرة القطبية الشمالية خطة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة محذرة من أن الضعف هناك سيعني أن السلام والإزدهار سيواجهان تحديا متزايدا من قبل روسيا والصين التي تختلف مصالحهما وقيامهما بشكل كبير عن مصالح الغرب وأعطت روسيا التي يقع البر الرئيس الشرقي لها على بعد 55 ميلا فقط عبر مضيق بيرينغ من ساحل ألسكا الأولوية لسنوات لتوسيع وجودها في القطب الشمالي من خلال تجديد المطارات وإضافة قواعد وتدريب القوات وتطوير شبكة من أنظمة الدفاع العسكرية على الحدود الشمالية إذن نقطة ملتهبة جديدة أمريكا تكدس فيها أحدث الطائرات من F35 وفي المقابل الروس أيضا لا يتأخرون عن تجهيز المعسكرات وحشد المجنزرات والصواريخ الفتاكة متابعين الأعزاء لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته